اميسيون امبوسيبل سبيسيال رمضان برهنب سايس على اي فان احلى غاديو يالا سيدي الماضي ساعة وخمسة دقائق هذه اميسيون امبوسيبل مساء النور مساء الخير حلقة الاربعاء تسع وعشرين مارس الفين وثلاثة وعشرين طريق سلامة فيكم للجميع للي راكمين سياراتهم متوجهين للاخدم مروحين للديار يقضيوا في قضياتهم وينما كنتوا تسمو فينا داخل تونس وخارجها اسرتو خارجها نوجهو لكم تحية ونقولو لكم نطلقا في رسائلكم بشكل يومي ونسو فيكم لكن ايضا ريهاننا نعطيوكم التحليل نعطيوكم المعلومة نعطيوكم الكواليس نعطيوكم الاراء المختلفة ولكن اللي تتواصل مع بعضها في اطار الاحترام نجيب تزيري صباح الانوار مساء الخيرات اهلا وسهلا برهن اهلا وسهلا برهن مرح باب السيد المستمعين ان شاء الله نعديه ساعتين باهين عندك اخبار بلينكين شي يحب من عندنا عندك كواليس والسر ما فهمتش لعباتش بيه وما حكيتش عليها المكالمة دية بين وزير الخارجية بلينكين والوزير الخارجية الايطالي والتغريدة اللي هبطها في تويتر انا نسخيب شرقة ههم حدث تداول في الاذاعات والوهر ابر الاذاعات لانو عنا مشكلة في العقل السياسي تونسي رو بن علي ما خلاش عقل سياسي في البلاد بحطمها وبعد يصلي عني بي ورينا العقل السياسي جديد اي عقل سياسي جديد لا لا شفا ما يربطها بالحكاية نبدو نحكو يا ربي العمل علي لا علاش ما تمش المعنيها قلت انتي بها بتاعي لانو يعتبر العشرين عضو هم تصريح بلينكين تعدد هكيكين هي العشرين عضو هي العشرين عضو هم توجهوا بخطاب وبلينكين البارحة سكين باري اهم حدث التغريدة بتاعه اللي يتحدث فيها على مكالمته مع وزير الخارجية الايطالي ويعلم فيه انه الولايات المتحدة الامريكية وحولفاءها هاي الاجراءات التي سيتم اتخاذها توجه الملف التونسي زياد لهاني صباح النور المسيك بالخير والهناء المسيك بالرضا والمحبة وككل اللقاء بجاتنا ديما نبتتحوا بدعوة تبدي خير باش ربي يوفقنا كلنا في ما فيه الخير وكل اللي بتقاسد اثنية بتأخير ان شاء الله ربي يسدد خطاه وينجح عمله امين يا ربي امين يا ربي قضيت نجيب قضيت في المرشي اليوم تقضي كل نهار نقضي كل نهار انا شقع الفتر قديت أصرف النهار والله اما بين 40 50 60 كل نهار ونهار برج وليه لزت بلعيب الدنيا برج توينا داخل عشر رمضان وعلى اساس متفائل لانه المسروف في رمضان اقل من الفطار طلع طلع يبدو انه اكثر لا اكثر هو ما شاوتنا تكثر الدنيا تكثر تي لا لكن في الحسابات كل مرة كيف هي مرة قول ليه صيف اقل مش تا وبعد قول ليه ش تا اقل مبادل كلهم فيهم المسروف يعني اقتناعت بحكمة انه لا بلي لفميش حد خير من اللاخ نحنا ولد الشعب مش كيفكم العيين عندكم برشة صوارد نكلوا وجبة في سير ليه معنا طيام اقارونا يكوسكسي لا مش وجبة معنا بلا بارك بلا برانسيب في رمضان يلزم البريك ويلزم الشربة وانتم العيين اذوكم ديما تكلوا فيهم الارستقراتية نحنا ديما ناكلوا في الواحد حتى في وسط في الفطار زي دا ناكلوا الشربة قبل وصلاتهم بعد كده وجيبنا الصفرقية والواحد وكده والسيدي بدأ واقف عن دراسي في الطاولة اخويا حسيبكم ربي فليش عادة المغرض اللي قاعدين تشرف فيها طوروزيا شعادة وزير داخلية جيد اكثرش يقول لي اكثرش يقال شو زير داخلية زياد لاني بيجد في حكاية المصروف بربي بيش نفه المصروف معناها قداية تصرف يوميا بيش تأمن مائل تفطار عادية بالطبيعة ما نقولوش فيها الغلال البحر والحكاية عادية عادية اليوم انا لقيت الحل السحري شنية السحل السحري بدل ما نشعر فمتي بالقهر ونشعر فمتي بالغضب ويطلع لي الدم ويطلع لي فمني كذا انا قلبت المعادلة نعطي المرتي الفلوس هي تقضي وهي جي تقول لي رأي الدنيا شعب مش لها هي عركة وبالتالي في عوضوا كونانا في موضع الضحية والمغبول واللي انا اللي نسائل فاها وشاري لها شبوك وبأتبار فمتي فشقاو من بصروف هذا الفمتي كله وباو عند الماكلة من البارح وباو منويت البارح ولقي راحتي فرن استراتيجية دي هما نجيب رو ربعين دينار ليه والخلي تحكي عليها راو ربعين دينار وستين دينار والله نجيب فم المينيمون فم المين دينار اخي اللي براوطفول ما يكلوش الحمي ناخذ حثوية حتى مصروفك اليومي في الواحد بالجد نجيب ما تحطش ماكلة فقط تحط ليسانس متاع التنقل متاعك ايه معناها كل يوم قداش تحط انتي نجيب فلوس كل يوم قداش تصرف ما نجيبك فلوس لانا ساعات شوكولاتة معا كده معا شقال فط ايه 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 قل لي قداش يوميا ما فم السبعين الف مينين مينين الف دا المينيمون نا زياد فم المياه ما بينيانا وما بين زوجتي ايه ثم اقل شي بيت دينار ميت دينار مع الولاد انا توا ولدي كبير اما زال ما تخلش في سوق العمل الواحد كده مع مصروفه ومع كده يقول دي كل يوم راي تطلع حاجة مينيمون ميت دينار هدي كم تحصيل الحاس هدي كان موش مية وخمسين واحد لا لانو الامور لهنا على وزير الداخلية كيجي لبرين عند فلوس تسمع نسم امي ايه 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 الموز مع اتخاذها من الولايات المتحدة وحولفاءها وتكون معروضة تشوفوا ابعادها وتحليلها ونرجع الملف الاجتماعي على ضو تصريح مدير عام معهد الاستهلاك اللي يقول لك رغم نحن قاعدين نتشكيه وكذي يقول لك فما التبذير معناها 66% من التوانسة يبذروا وقاعدين يستهلكوا اكثر من الطاقة ديهم ويتم يعني تبذير المواد الاستهلاكية اللي يتم شراءها بين انهيار مقدرة شرائية وبين ارقام تخص ان التونسي مبذر ما عاد فهمين حتى تشايحها لحقيقة الوضع الاجتماعي قبلها بالطبيعة نرفع ايدنا كالعادة ونقول اللهم سخر لنا كل ما نريد ولو كان في نظرنا مستحيلا يا رب سخر لنا من الاقدار اطيبها ومن التباشير اسعدها ومن الارزاق اوسعها يا سميع يا مجيب اللهم اننا نستغفرك ونتوب اليك توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عفيت وتولنا في من توليت وبارك لنا اللهم اننا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاخفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم اللهم اننا نعوذ بك من يوم السوق ومن ليلة السوق ومن ساعة السوق ومن صاحب السوق ومن جار السوق اللهم امين يا رب العالمين ترجمة نانسي قنقر بالحلقة الاربع 29 مارس 2023 قبل كونغرس اللوردات الإشهار واستعدوا للإقلاع يلا سيدي الماضي ساعة واربعة ننطلق مباشرة في كونغرس اللوردات تغريدة أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي التي نزلت البارح في حدود الساعة العاشرة ليلا يتحدث فيها إذا كان موجودة أو معروضة تنجمو تعرضوها على الشاشة بيشوفوها الناس تابع فينا على الفيسبوك تابع فينا على EFMTV وعلى موقعنا في اليوتوب بيش يعلم أنو تحدث مع وزير الخارجية الإطالي يقول جسو رافي دم أنت تتنير aujourd'hui avec le ministre الإطالي للزافر إترانجaire أنتونيو تيدجاني دي دفي في تونس والكلمة وزير الخارجية الإطالي للغاية وزير الخارجية الإطالي للغاية هي مسؤولة؟ مسؤولة بمعنى خاذ على المسائلة هي مسؤولة هي خاذ على المسائلة وبين القوسين هو مروقت اللي يحكيه على الحكومة بالمسبة لي هو الحكم وباعتبار الحكم مركز عند الرئيس قيس سعيد فهو المعني بهذا الطرح يلا لا سيلا اللي بش نترحها عليكم على ضول هذا آخر تطور في عالم التصريحات قصة الكونغرس وعشرين عملوا للكونغرس هذه على أهميتها تناولوها في الواحد لكن الحكاية هذه ما فهمتش في المهموتة جماعة صابح وريقدين ما فهموش خطر درت في برشة مواقع عنا تونسية ما فهم حتى حديث عليها الحكاية هذه البعض يقرها وكأنها الولايات المتحدة الأمريكية تسرع في نسق في نسق التصريحات أولا تتالني نسق التصريحات ثانيا ترفيع في مستوى اللهجة ثالثا السؤال اللي بش نترحه عليكم أنا ما الذي تريده الولايات المتحدة الأمريكية هل بالفعل نحن أمامها منعرج في العلاقات التونسية الأمريكية حقيقي الولايات المتحدة الأمريكية التي طالما حافظت على مصطلحات القلق الانشغال الطلب من سيد الرئيس الجمهورية قيسعيد بمنطق الترجي ترجي معناها نرجوك يا سيد الرئيس الآن أصبحت بلهجة أكثر حدة أم أننا نعتبر مستوى الخطاب لازال هو نفسه والولايات المتحدة الأمريكية تحاول تأطير الرئيس قيسعيد ولم تقطع معه شعرة معاوية اليوم بلينكن يتحدث مع وزير خارجية الإيطالي يقول له بش نشوفوا مبعضناش بش نعملوا في الملف التوسي الولايات المتحدة وحلفائها نبدأ بشكون يحب ياخدتها دخلوا لاني زياد ناجي بتفضل ناجي بورهين الولايات المتحدة الأمريكية وقت اللي زارها الرئيس قيسعيد مشي للكونجرس ومشي للمكتب بتاع الكونجرس والولايات المتحدة الأمريكية بعد أفغانستين وبعد العراق حبت تعمل مصالحة مع الشعوب لاني لقيت الأنظمة معاها والشعوب ضد معتك تسبب أمريكا تخطف عند الشارع العربي والدول تحب تعمل مصالحة مع الشعوب على ذاك هي تقول لك تطلع الشعب التونسي مش نقفو مع الشعب التونسي وتطلعوا للديمقراطية عودة الديمقراطية وكذا نقول لك معنا تلا أمريكين ما قطوش ما قايش سعيد موقف عادي لاننا نحن مزلنا نعيش في الاستثناء عنا بدين انتخابات برلمانية بعد انتخابات مجلس الجيهات والأقليم بعد مش نعمل انتخابات المحليات المحليات معانتها نحن جاعدين نقسوا في نظام ديمقراطي حقيقي مش مش هو جاعدين نقسوا في نظام حقيقي مش مش هو الولاي المتحدة الأمريكية تقول لك سرع في ترسيق الديمقراطية نحن ماشيين خطوش كون التقطب هنا خطاب تدوينها بتاع بلينكين هو رجل غنوشي في تصريحه في الاعتصام اللي عملته جابت الخلاص البارح البارح كي قال لك قيسس عيد رأى هو موش ماشي للنظام القاعد كما يروش يشد السلطة في دي لأنه معانتها نحن الولايات المتحدة الأمريكية طالبة طالبة العودة لديمقراطية وذهب لديمقراطية نس كل طلبين الشي هذا رأى مش كان أمريكي واحد بعقل يلزب طلب الشي هذا المؤسسة المستقرة المؤسسة اللي تسائل الحكومة وتسائل الدولة وتسائل المسؤولين بتاع الدولة نحن ماشيين بدينا في انتخاب مجلس طواب الشعب من بعد ماشيين في انتخاب مجلس جهات والعقاليم معانتها بطبيعة تماشيين لترسيخ النظام الديمقراطي الحقيقي ليس المشوى يعني لا شيء جديد بالنسبة لك نجيب تزيري في علاقة بالامريكان وموقفه توجه النظام الرئيس قايس سعيد ما رأيك في الأصوات المعارضة تقول لك الولايات المتحدة الأمريكية من الواضح سترفع يدها على النظام وستكون هناك تطورات قادمة الولايات المتحدة الأمريكية كي دي الولايات المتحدة الأمريكية يقول السلطة على صندوق النقد الدولي يقول امكانية حصار اقتصادي غير المعلن خاصة وأن هذا الأمر يتوازى مع حديث مقالات مثلا في الفورين بوليسي اللي تقول لك لا خيارة أمام الولايات المتحدة الأمريكية إلا ضرب حصار اقتصادي على نظام الرئيس قايس سعيد حتى يعود لرجته الديمقراطي كيف تعلق الهناء برهين منعود نقول لك أنا بداية تحتيف يقول لك الأمريكيين أنت تستبعد الحكاية ذي تقول لي لا مفهمها هاتشي بداية تحتيف نقول لك الأمريكيين كيف يحاصروا لأنه قايس سعيد ليس هو الحاكم الشعب هو الحاكم ذاتا بذاتا معنا بشي حاصر الشعب التونسي لأنه يتطلع للموقراتي غير مشوهة لأنه يتطلع للمحاسبة تحاول تحلللي هي نحل تردلي على أمريكين الأمريكين ما نش في موقع لا رد عليهم كذا لا ما نش رد على أمريكين رد على الناس لا منهجيا في الربع ساعة الأخر نظام قايس سعيد هنشوف في تدوينات بتاع ما تقول لك القايس سعيد في أربع ساعة الأمريكين ما تحشي مجرية معنا الولايات المتحدة الأمريكية قوة عظمة تقول لك لا أنت رأي بيك وعليك التنجم تكون متقلقة البرحة جون بايدن يقول لك أي خطوة مشات في تطبيع العلاقة مع النظام السوري رأوا نحنا ما نحبظوهاش وما نشجعوش عليها ورنا متقلق منها تنجم الولايات المتحدة الأمريكية حماية اللي مصالحها تحب هالدول الحلفة بتحاوصت تحب من عند قايس سعيد تحب تضغط عليه حتى يتراجع أم أنها لا تريد أي شراكة معه وبالججم يمشطب عليه الولايات المتحدة الأمريكية فهمة الشعب التونس يحب برورة كلمة الشعب التونس اللي هو العودة سريعة للمؤسسات الديمقراطية بما يعني بعد ما عملنا بلنكن أنه يشجع في الرئيس يلا أنت خب مجلس لقليل أخرج من الوضع الاستفائي أخرج من الوضع الاستفائي وما الفصل الثمانين من الدستور ناجيب تزير يفهم الحكاية هكا زياد بابتسام تكلمكرا يعني وكأنه ما عش بكش ناجيب وهو يقول أنا ليش بيكم مخايدين ودوي والمعارضة اللي طوى تستنى ودجا تم تلقفها الكلم هذي كما قال من البارح اعتصام في جابة الخلاص والعبات تقرأ ليلة كاملة نصورها اللي عبات تقرأ في وراء السطور في التغريدة متاع بلنكن ناجيب تزيري كل مليات ما نفهم حتى شي جديد راولان تنتظر ولا ربع ساعة على أخيرة المليات المتحدة تحفظ سيد الرئيس لاستكمال برنامج البناء القاعدي في مجلس الأقاليم والجهات وفي السلطة المحلية كيف تعلق تشاطيره التحليل هذا البارح من المصادفات الغريبة تقول ليش كلمك بلنكن اه شار انه جات قدامي الفيديو بتاع خطاب البرمريوم بتاع زعيم الحبيب بورجي بالله يرحمه مع العقيدة الزعيم عم القذافي اللي يرحمهم الزوس تخلنا للطبع واللي مشاله للبرمريوم فللي خاله تقول طز مقفور بطل تتعطيك طريحة قلو تتعطيك طريحة قلو ملك يعني تشوف فيها الحكمة اللي كانت فللي الدفاعة والحماسة متاع الشهاء الشباب اللي تبلغ حد التهور احيانا سعم قلتك من المصادفات بورجيبة خطر متاعنا ونحبوه كده ايش بيه معمار قذافي قاوم وكان صوت قال لال الولايات المتحدة طو ممنوع من نجموش نقوله في العالم هدايا معناها لال الولايات المتحدة الامريكية زيد الهني كمام شنو قال القذافي قال طو تعطيك طريحة بورجيبة في تونس هزها اللاكس هذك اللاكس الامريكاني والعقيد بالتاريخ طو نقارنوا بمزوز تجارب قريبا قالوا عاش من عرف قدره ايوه ووقف دونه ونحن في المثال الشعبي متاعنا اللي يقوله حكمة يقولك بد تسقيق على قدل حافك ايوه ترجع معنا انت بالنسبة نرجع نرجع ما تنجمش تقول لها ليه في العالم نرجع نرجع للتصريح متاع للتغريدة متاع متاع بلينكن متاع بلينكن التغريدة متاع بلينكن ما ننجمش نحكم عليها او نقيمها في سياق منعزل وانما نحطها في الاطار متاح رئيس الدولة يرفض مقابلت مساعدت وزيل خارجية واحد وهي رسالة رسالة عملناها نحن الامريكين هاي هاكا قابل وزيرة الخارجية وزيرة خارجية قابل وزيرة خارجية فالتنين اثنين نحنا ذكرتنا قصيرة التسريب بتاع نادية كاشا لشكون الموظف في الصفارة الامريكية في باريس قتل وراه كاد يقتل علاقات مع الولايات المتحدة من ضمن ما تحكي له كيفاش كان بش يطرت السفير بلوم وهي اللي بركت عليه بشا تلح لحظة تلح لحظة بش 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 بطردوش اثنين ترجع للتصريح بتاع الامين للعام بتاع الحلف الأطلسي اللي جاء بشي فسر فورتي أكثر نحن يقولوا ان هي أكثر من مصد يقول ان هيار وشيك ان هيار وشيك لكن نحن الخبرة متاعنا ولانا عندي ثيقة في الكلام متاعهم يقول لك لا رام مش من حكاية الانهيار فانتي وشيك ومشي اختي وفبتي أكثر وعطاء انهيار ذايف انت حدد له معناها مهلة زملية فاني بش يتم ما بين ستة وما بين تسعة أشهر أشهر هذه المؤشر فانتي لاخر نمشي المؤشر الرابع اللي تتزابن مع التغريدة هذه الرسالة اللي وجهوها العشرين متاع الكونجرس واللي يقولوا فيها نحن قال يقول سباحني نقطة نسيتها بالنسبة من العام العلف الأطلسي احكي عليها ضرورة الانتباه وهو يحكي على تونس راوة للخطر متاع التوسع الروسي والصيني في أفريقيا وانت أربط وانت أربط انت بيسا الرسالة متاع عضاء الكونجرس يقولوا نحن قال يقوم بشكل خاص من التقارير الموثوقة التي تفيد بأن السلطات التونسية قد اتهمت أفرادا بالتآمر من الدولة والتآمر لقلب الحكومة بموجود قانون مكافحة الإرهاب لمقابل دبلوماسيين أمريكيين واعتقالات في انتهاك الإجراءات القانونية وغير ذلك من تيمال الكلام انت دونك تجرم وتعتقل بالنسبة لمهم تعد تجرم وتعتقل في ناس وتتكف فيهم معارضين سياسيين لأنهم اتصلوا بدبلوماسيين أمريكيين أمريكيين نزيدك معطى آخر اللي أنا كنت نسمع فيه في الأخبار قبل ما نطلع طول للستوديو مسؤول من الاتحاد متاع الفلاحين يقولوا بكل مرارة اللي الصابة متاعنا متاع القمح السناء نتيجة حادة الجفاف اللي هو متواصل للستوديو الخامسة على التوالي مش تكون في حدود ثلاث ملايين قنطار ثلاث ملايين قنطار اللي هي ماعناه ثلاث ملايين قنطار وقت اللي احنا الحاجة متاعنا سنويا في حدود الخمسة وثلاثين مليون قنطار اذا وثلاثة ملايين قنطار انت عندك تقريبا ما بينزول زملائي نص زملائي ونص قنطار تخليهم كزرع يعني انت طو بش تعطيك الثلاثة ملايين يزمك تنحي منهم ما بينزول زلوز ونص ملايين زرع هكا في العلم اي يعني بش تخلي فبتي للسوق كان ما بين نصف مليون خمسة بيت الف قنطار ومليون قنطار سعيد مسؤولة على الجافية لا لا خنسم لا لا خنسم على التحليل خلي لا 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 بربي لا تقص خنسم حب نفهم ويني حب يوصر فبدي دونك انت بش تكون فنتي مطالب بش توفر للعام هدايا اللي بش يجي العام هدايا اللي بش يجي مطالب بش توفر 34 او 33 مليون قنطار يناخدوه من روسيا باي اذا كان تعرف انت السوم متاع القنطار وتعمل الحساب فنتي متاعه التكلفة متاعهم بش تكون تقريبا خمسة لاف مليار تونسي انت مطالب بحاجياتنا للقمحة فقط خمسة لاف مليار تونسي انت مطالب بش تتفهم بالعملة الصعبة اذا ابني في مسار التحليل تحب تقول ازمة سياسية عزلة دولية وضع اقتصادي ولا في ابني اختير وفي نفس الوقت ايا دي فمتي ممدودة نحن نصنوا معناها نصموا اذاننا ونغمضوا فمتني عينينا ونحبوا نمشوا فني في اثنياتنا جماعة الخير قال لك بش نطرح عليكم سؤال ربي معاك لبحث عن اجابة دقيقة جماعة الخير نحن تربيناك في مجالس امن القومي هكا الكبيرة والواحد ان ديما الترف الاخر نحط الواحدنا في عود توا تخيلولي تخيلولي في غرفة مغلقة فيها الرئيس بايدن وفيها مستشاره للامن القومي وبلينكين وبعض المسؤولين من ادارة الوكالة المخابرات المركزية الامريكية وطارحين ملف تونس على الطاول هذو ما انتو بتقول ادخلولي في المخاخ متاحهم شو القرار الامريكي شو يقولو في العقل باش نعمل لك فرضيات واحد اتنين ثلاثة من ايش باش نعمل فرضيات انتو ما وحدكم اعطيوني التحليل الاقرب للموضوعية تقولو ويا تره خر رافقوا الرئيس بشوية بشوية نضغطوا عليه بالتصريحات لعله يتراجع يبدأ بخطوة اطلاق سراح المعتقلين يدخل في حوار تنقية الوضع السياسي هذي هذي حالة هذي نضغطوا عليه ايه دقيقة دقيقة تخيلوا تخيلوا قولولي انتم الموقف الامريكي شنو او السيد هذي ايسنا منه في ان يكون شريك الولايات المتحدة الامريكية بالتالي الخيارات امامنا خيارات تعامل مثل ما تم التعامل مع الرئيس العبدالي بن علي لا يبدو لانه الشارع ماهوش ضد الرئيس قيس سعيد اذا نمشي في خيار الحصار الاقتصادي حتى الثمر هذي تتعفن وتسقط بطبيعتها قولولي في رأيكم كيف يفكر الامريكان الان باش على ضو ذلك نبدأوا احنا فهمين سهل العملية ابدألي بنجيب العملية سهل عش تتخيلهم الامريكان كان جو ضد خمسة وعشرين جويل نهار خمسة وعشرين في اللين ما تتمش لعملية الكل لانه انسان بعقلي الامريكان نهار خمسة وعشرين ليش تقول السؤال عليش لانهم دفعوا ميو عشرة في مليار سهم وفي دفعانهم لبناء ديمقراطية حقيقية تريبا القول نتيجة كيس ما تزادش ديمقراطية ومش اوه باقلوا دبروا روسكم يا شايا توين الرئيس قايس سعيد مشافي اجراءات مشافي اجراءات هم يحثوا فيه باش تقول المسألة بقايس سعيد ولا من غير قايس سعيد هناك مؤسسة دائمة المؤسسة دائمة ما بتنجم تصير كان بالانتخابات طريبا مشينا في الانتخابات تعملز الجيهات بتاع لابدو سنوات الجيهات والاقلين معانت هلوية المتعدة الامريكية ري مش تفادلك ري مش تفادلك مش تقول لوايا باش تحاصروا اقتصاديا ولا توصفوا انو انقلابك في ثلاثة ثواني توفى الموضوع ري امريكا ما نغلطوش في ثلاثة ثواني توفى الموضوع اما اهو نحنا مش يلزمنا نعملو ما يلزمنا نخذوه الرسائل في السياسة نحنا والخطوة بتاع البانان والتفاح شنية الخطوة ديك مش نقصوا من ديفيز مش نجيبوش حوايش مش نقص من الدفعين ديفيز في حوايش ثانوي ماهو يا بورهان زاد يلزم الشعب التونسي لا 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 يولي قديس شنية يا بورهان معانت الولايات المتحدة الامريكية كان في ثلاثة ثواني توفى اللعبة لكل بان لهنية ماهو نحنا يلزم نلتقطو الرسائل تريب يا الولايات المتحدة الامريكية ما جبدتش أصلا وفصلا على الموقوفي باش ما نخلوهاش يتجبد لأنه الاخرين زادة دفاعا على رواحهم يروجوا في بعض المحامين اللي رأوا كي قبلنا بتاع المستشارة شون السياسية هم عايتون لنبحثوا وقفونا في التآمر من المفروض الدولة التونسية مش تعالج هذا تعمل اللوبيين أعلامي وتقول هاو علش أنا وقفت العباد يلزم تخرج النيابة العمومية لاشني اللوبيين تتقوب توضح ايه يلزم تروج تتكلم يلزم تروج للعالم علش وقفت العباد مهاش ظلم الوبوتين وتصفيه سياسي لأنه خلنا نكمل الفكرة لأخذ الحاجة الثانية يلزم زادة البين اللي نحنا فما مقاومة فساد حقيقية باش كي واحد يعطيك فرانك رأوا يزادة هما الفلوس اللي تعطيك فأي أمريكان رأوا من دافع الظرائب الأمريكية يحترموا شعوبهم الدول الذكة تحترم شعوبها يلزم نعرف ونماشي بين المفروض الدولة التونسية تعمل يدو يطلبونكو العمومية الفلوس ونمشيت بح تربيا نجيب يقول لك نلتقت المهم في كلامه في تقديري الفكرة الثلثة برك النقطة صغيرة نقطة صغيرة ونحنا يلزم الشعب توصل يحب السيادة ويحب كذا يلزم زادة يصني الركبة يلزم نعملو ثقافة العمل يلزم نعملو العلم الكل يبر بأزمة اقتصادية وفي الماكلة فمني موش نحنا نبذرستو بلما بالاستهلاك اللي مش نحقوه فيها معانتها يلزم نمشو بغنية البحث الموسيق كوني البسيسة والطمر يا مظنوني يلزم نيكمس الصنتورة معناها تدعو الشعب التونسي يكمس الصنتورة ويأكل البسيسة والطمر يا مطنوني ويخدم عن روح وتوالي ثقافة العمل هي الثقافة الرئيسية مش ثقافة اللصوص والحرامية بالضبط ربيا شي قولك نجيب في الكلام اللي تقتل منه بناء على سؤالي كيف نتخيل موقف الأمريكي بخصوص ملف تونس يقولك لا يخيله أمريكان حاشمين منك سيد زيد الهني حاشمين من رئيس قيس سعيد وقالها بكل قالك في ثلاثة ثوان يقلبه أنظمة كان جاء ويحبه ويقلبه قالك لا الأمريكان بصدد مرافقة الرئيس قيس سعيد ليكمل بناء الموسط ولا تنسى أن الأمريكان حيّوا الرئيس سعيد عندما خرج وأعلن عن خطط الطريق بمواعيد واضحة في الانتخابات البرلمانية واعترفوا بهذا المسار بشكل معناها بشكل معناها مباشر عندما حياوا خطوة الإعلان عن أجندة الأصلاحات اللي أعلنها رئيس الجمهورية ومن ضمنها القيام بالانتخابات البرلمانية في ديسمبر وفي جنفي كيف تعلق علش تهولوا يقول لك علش أنتم تهولوا وسيئوا لأمريكان وبش يفرضوا حصار اقتصادي وبش يفرضوا كده كان عينهم أخي بش يحشموا لأمريكان هو ما يقول هلك نحب نلاحظ الساعة أنا نتمنى في أنت لو كان يطلع وزير الخارجية ويتكلم وان شاء الله بنقعدوش نستناه حتى لنهار آخر يكتب المذكرات بتاعه بش يحكي لنا شنو اللي دار ما بينهو ما بين مساعدته وزير الخارجية في أمتي الأمريكي ويقول لنا على تسخسيخة اللي عملت هالو مينيليك واقفوا عند هذا الحد لا لا مينيليك لا 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 ما نمروش لا لا مر مر مش كل ما يتعرف فيه تقال عندك معلومة مش كل ما يتعرف فيه تقال ويقول شنية المحاسبة اللي عملت هالو مش محاسبة قلت لش بكم وقفت عبيد على إثر اللقاء بتاع المسؤولة السياسية قالها موقفنا همش على المسؤولة السياسية مش هذا بركة مش هذا بركة ايه ولكن باهي انتي صغتها كمعلومة لكن هذا شيء مش باهي خليني نتجاوز ايه ولكن شكوني هي بش تعمل الجاية الخارجية بتاع الدولة زي در بغض النظر المستقلة مش تقول هكا ولا تسخسخ ولا تعمل خليني نتجاوز بش نذكرك بالتالي اللي أمريكا فيمتني كانت أكبر راعي أو من أكبر الرعاة بتاع الديمقراطية فيني في تونس فاهمي واحد اثنين نحب ملاحظة أخرى في الاتحاد الأوروبي وتستغرب ربما فيني هدايا أكثر طرف نحنا منعرفوه قاددا عن في تونس هو فيني إيطاليا لكن أكثر طرف متشدد ضد تونس هو ألمانيا والدول السكندينفية هذه فطار المعلومة في الاتحاد الأوروبي وعاتب بتاع المسار لانتقال الديمقراطي اللي هم حطوا برشة فيمتني إمكانات نعم أعطاو فرصة أولى التحالف ما بين سلباجي الله يرحمه وما بين حركة النهضة بش يكونوا كتلة فنية كبيرة بش تعمل فيمتني إصلاحات وتقدم نموذج ديمقراطي ناجح فشلوا نعم في الفين بعدها أعطاو الفرصة نعم أني دا تونس والنهضة بش يععمل نفس الإصلاحات وكذا فشلوا لأنه الهدف بتاعهم ما كانتش الإصلاحات الهدف بتاعهم كانت الغنيمة بتاع الحكم وأكبر فشل هو المحكمة الدستورية كلهم كيب عظم بش يقول لك شهاوي لا 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 كلهم كيب عظم فشل في الإصلاحات القصادية وعلى المستوى السياسي المحكمة الدستورية وكلهم فزدي الموسيط جاقي السعيد تعتطلوا فرصة وعقدة فيه الأمل كيبا برشة طويلة سعقدوا فيه الأمل كيبا برشة طويلة سعقدوا بطلوب أنه والاتحادرة وعطاه على طبق من ذبب يا سيد الرئيس إيجا عمل حوار وطني ولم الناس كله وانت فوق الجميع وعندك ليرادة بتاع الشعب معاك ده كوردو واي يتحدد برنامج وطني فبتي الأنقاذ واللي يخرج وانت على الصف نحي الولدي سيديد بش تكمل تحلل مع انت هالأمريكي مع 25 جويل ومن بعد ومن بعد كيقايس سعيد دزل قردهم واحد داروا عليه مع انت الامريكيين مع 25 جويل بالضبط 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 لا لا مهمة في الوهن هو أعطاك اللي ما قلتوش انت اللي انت قلت ان الامريكيين مع 25 جويل يا صحيح لكن نعرفك انت تميل التحليل أيضا عاودوا وراجعوا المواقف بعد مرسوم سبتمبر ميوصباتاج وبعد الصيغة بتاع الدستور اللي هبطت اللي لا توجد فيها أي مساءلة لرئيس الجمهورية وينحو فيها النظام نحو نظام رئاسوي يعني يمتلك فيه الرئيس كل الصلاحيات تحويل الصورة القضائية إلى وظيفة تحويل كده هنا بديت مش بديت هنا بارك الله وفينا اللهجة تساعد نزيد نوصل ايه لكن انا يعني جايك للفر ونت حبنت جايك ونت حبنت كيف تربط هذا وانا جبتلك وانا كنت قاسة نجبتلك على نادي افمتني عكاش عاي علش بش نقول انو الشخص هذا يره انفعالي وإلى أنا طوى قاعد نحط في روحي في بقعة هلا امريكاني في انت في في الغرفة الخاصة في البيت ربيض على الميدر الميدر البيض هاوية بيحضور مسؤول ميلف تونس في الاستخبارات الامريكية وفي وزارة الخارجية وفي البنتاجون هالسيد هذا هالسيد هذا انفعالي سو قندو ترسيو ما هواشي ما شفو انت في الاصلاحات المطلوبة لذلك الحكومة بتاعه قدمت برنامج وهو اللي يمكن خرها هو اللي جاي ضدها يعني مش هو عنده برنامج مع حكومة ونصدق النظر لا لا هو جاي ضدها وراثل مش يضمن فيها وثم هالسيدة ذا ما قد ضد مواقفة ايدائية اكثر من هذا السيد هذا المحيط المباشر بتاعه واللي بقاء السياسي اللي دار بيه هم الناس بين ديطرين معادين للولايات المحدة الامريكية ويطرحون جهارا اننا نحنا نمش وثم عالم جديد اقترب جديد قاعدة تتشكل طز في امريكا فتقال الجذافة اللي يرحموا وهات نمش وفنتي نحنا اللي اقترب جديد وهو عندنا طواروس هاي فيني بيجنبنا والصين هاي فتحت لنا فيني ذراعاتها دونك انا بالنسبة لي وارجع هنا لل الكلمة او التصريح تعلمين العام بتاع الحلف فنتي الاطلسي هو وقت اللي ينظر ينظر للمسلة فيدي محيط كامل ما هوش يبنيك حالات معزولة دوك انا رأى اشرق صدية واللي يشكل تهديد للمصالح متاعي يشكل تهديد للاستقرار للمنطقة وبالتالي لا يمكن التعامل معه ايه يقول لك نجيبي اخي يحشبوا بشي يقولوا الكلم هذية ما قالوه بشي يقولوه النهار كل يأكدوا على الصداقة التونسية الامريكية ما هوش بشي يقولوه اه تخرج والتونسي كيف تولي المسلة فيدي بتعالقة فيدي ما ايش واني صار معنا الامريكان استراتيجي تم يجوعونا جوعو شعب تونسي بشي يجوعو بتبيعتنا مش هما بشي يجوعونا نحنا بالسياس بتقاييس السعيد بتقاييس السعيد هوني بالجاو تعنيش نقطف الوحدة السياسة بتقاييس السعيد بتجوعنا كيف ما نهي يا نقبلو الاملاءات يا نقبلو انهي املاءات يا ريس يود انت قدم تبرنامج ما حد ما عامل عليك انت قدم تبرنامج حكومة قدم تبرنامج خمسهلف عادي قاييس سعيد الحبو يمشي في خيال هذا حكومة قدم تبرنامج قلّك رئيسك يضمن فيها هوا ما يحبوا الليسانس يولي خمسهلف يحبوا الخبزة واللي بدينار حكومة قدمت مش هو يا رئيس الرجم يا برهان مش هو عاملة عليك حكومة قدمتها بره تفهم مع حكومتك حكومت ما قدمتهش بالشكلة ذيك يا سيزي قدمته خيطلعوه نتحدهم بيطلعوه مش بالشكلة ذيك نتحدهم بيطلعوه ايش بيه بتخبينو ما همشي بخبينو وينو وينو مجلس وزاري عمل لك بتاع الوظيفة العمومية هي نجيب حتى التوى مش واضح وينو نجيب وينو مشات لفمية وينو مرسول بوظيفة العمومية وانت صحفي عندك اربعين عاب يلزم فما اصلاحات في تونس ولا ما يلزمش بالتقييد يا حمد باياك الاصلاحات فما زز الاصلاحات يا اصلاحات من الصباح المفقر والمجوعات يا اصلاحات حقيقية لبناء اتصاد اقرب لتونس يلا يلا عندي ملاكي تدخل ينبغي ان يصمت الجميع دخلت البيت المظلمة بايدن بايدن لا هذو خرشتهم تواو ملاك تواهيلي تدخل بشتاتي لنفوت رفيك بايدن والمواطفين كل توابشيو ملاك لنفوت رفيك الساعتين غير ربع تسمعوا في اميسيون امبوسيبل تعودتوا على صوتها الصباحي تلع العلع بالتحاليل متاعنا في المساء طريق السلامة لجماعة اللي تسمع فينا في كرهبها وتسمع في التحاليل وتسمع في الكلام والسخسيخ والحكاية هذية والتحاليل واستاذ نجيب استاذ نجيب تواه نمشي والحكاية اخرى تخص الوضع المرتبط بالحقيقة حيات التونسي اليومية صحيح برشة وانسي قاعد يتسمع فينا نحلو بخصوص الامريكان راهي كله سينعكس في الواقع اليومي هالقضايا هذية رانا ماناش نحكيه في قصة موجودة في وراء المحيط لطلس هذي كي ما يقول لك على صابة القمح اللي تعاني من الجفاف شنين عكاساتها علينا والاختيارات والعلاقاتنا الدولية وعلاقات الصداقة وكذا كي ما قال نجيب أنا في حكاية مهمة الحكاية طيب طز في امريكا نشوف التعليق طز في امريكا نشوف فيهم طز وكذا وامريكا وامريكا اي خوية طز راهي مش كلام فارغ راوتا جربت في ليبيا طزها كشوفوا كيفية انتهت ليبيا طز بالعمل بالمثابرة بالفهم الحقيقي للواقع اليوم التونسة مستعدين اثنين والركبة بالجد نعملوا طز لامريكا شعارات الكبيرة طلب تضحيات كبيرة اي مستعدين طول مستعدين اثنين والركبة ونواجه للامبريالية والاستعمار خطر السيادة ثمن قويرة السيادة السيادة مسيلا مش قهيوة فلاك السيادة ولا 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 تركريك تركريك التاي ولا دورة في سيد احمده ولا كبير السيادة كبيرة السيادة الواحد مش تركريك وفيسبوك ومسلسل والله يرقاوها ومرقاوهاش وقاللها لا كبيرة اي ديراو انو العمل اثناشن ساعة تلتاشن ساعة اللي دارها كتشوفيات بارك الله ولا شوفيات بارك الله اذاك عليك يجيك تكمل ارقام من نوع اللي خرجها معاعد الاستهلاك تقول يا بصعيد كالامبريالية والاستعمار مش قوموه مش فيهم الارقام تبذير 66% من المأكولات و46% من الخبز في رمضان هاي سيدياي خلنا نفهم الحكاية هذية معايا مباشرة ممتن وسعيد ونعتذروله لانه كنا مش ناخده البارح لكن الله غالب كثافة المادة نحييه سي عبدالقادر التبومي مدير المعهد الوطني اللي استهلاك معايا مباشرة عبر الهاتف سي عبدالقادر مساء الانوار مساء الخير ومرحبا بيكم ومرحبا بسي زياد والسي نجيب ومرحبا بكلافكم سمعين يعيشك سي عبدالقادر الارقام ليه تبرشة معناها يعني اولا منين الارقام المعهد كيفاه رصد الارقام كيفاه حصرها التونس يبذر 66% من المأكولات وفي وصل مأكولات التبذير في الخبز 46% ما نخبيش عليك سي عبدالقادر العباد يقول المعهد الوطن الاستهلاك بديه يعمل في السياسة كما كل عام سي زكريا بن مصطفى بشال الزعين بورجيبة قالوا راهو الخبز قاعد يطايش برشة في الزبلة بشي بروا الترفيع في أسعار الخبز يعني ارقانكم سي عبدالقادر احكيني احكيني على خلفيتهم وكيف ترقيتهم شوف هو أولا بش نوضحوا شيء لأرقام وطنازع على أرقام سيفة خاصة لكن هما راما الدراسية تقوم بها مكاتب مختصة فيها ناس مختصة فيها المدحصة فيها المجتمع فيها المقتصاد وتوقع فيها مستشارة وحنا دايعتونا النتائج متاع صبر الآراء يقوم بها ولا حتى بورتا بورت وبعد النتائج هذه كيوقع منها استغلال ومتغلص مع دون نتائج تشمل عائلات معناها كما مثال نسقل السلاك متاع التونس يشمت 2022 عائلة 2022 عائلة هذه معناها حتى من مختلف الولايات في الوسط وفي الجنوب معناها عينة ممثلة هذه عينة ممثلة وكلها معناها أمور علمية ومدروسة طوما حيث العرقام احنا راو كي علمنا عن رقم احنا مستوى التبذير في تونس في الخبز سوخ مصاش فالصرة في المياه لكن نحن قلنا رواه 66% متواسر صرحوا جالوا رأوا مستوى التبذير في رمضان يزيد أكثر من اليامات العادية اي و46% يقولوا رأوا في رمضان بذروا خبز أكثر من اليامات العادية معناها إذي كان مستوى التبذير 15% في المياه معناها في رمضان يزيد أكثر من 3% حددته 46% بالنسبة للخبز لا مش نسبة التبذير عائص اه. هما التوينسة. اه. يقولوا رانا ان احنا في رمضان نبذروا اه. اكثر من اللي نبذروا فريمات العدي. اه فهمتك. وستة وستين في المياه. ما لان انا عاليش حابين نعرفه. ما علموه اش حابين يمون نحبوا نصر. اه. نصروا شنية اغلب المنتجات يزوقها مناها اه مناعة تبذيرها في رمضان. هي المأكلات المطلوخ. نعم. والخبز والحلويات. هذة هم تلاذة هواية اللي في في رمضان. يكثر التبذير متع مقارنة بقية الايانات. اذا سي عبدالقادر معناها معناها نجمه اليوم نعتبره التونسي في الوضع الهذاي الاجتماعي المتدهور تدهور المقدر الشرية. واغما ذلك لم يفقد صفته كمبذر التونسي. مبذر? هو الحقيقة الساعة التوينسة هو عين اللي ثمه التبذير في تونس. وليس لذلك حزبه. معنا عن التونس في بعض تقليلات. يعرف اللي هو معناها ثمه تبذير واحدة الساعة من التوينس. يقول لك رانا نحن بالحق الرأو انه التبذير في تونس مرتفعة. والحادث الثاني معناها بالنسبة بالصبيحة نحن نحكوش عن التوينسة لكل رأى. ثمه توينسة بالحق. معناها الامكانية المادية امتعام تصف الادام باش يشوف منتوشات اكثر من الحاجيات التي امتعها. وهلو كما مع الأغلبية اللي توقع منافها تبذير. هي خاصة ما نحن كنا نشوف حتى ثمه التبذير عن التوينسة. هو يقول لك ثمه حتى سبب اختلاف الأفواق. معناها كل واحد يشي على ذوقه. سي عبدالقادر سمحني. وفرصة بسلوك. مرحبا بدي. قديش نسبة منك رطل المقارونة. قديش نسبة التبذير بتاع رطل المقارونة للتونسي. المعلومة هيدي. معانتها ما ونحن مبذرين. قديش نسبة التبذير. هنا بشرطي بترطل المقارونة. قديش البرسونتاج بتاع التبذير بتاع رطل المقارونة ذاك. منتجات الحبوب بصفة عام مشتقات الحبوب. بس 12.2 في المياه. اللي هناك ينخذوا بالعالم. ايه. النسب مقارنوها. مقارنوها بالعالم. النجم ونصنفو التونس مبذر ولا? تونس ساعة بر معنها مش مش متعتبر من الدول المبذرة حتى هو مستوى التبذير بصفة عام وهو خمسة في المياه. مبذرين تسميه? اه مليش مبذرين تسميه سي عبدالقادر? لا 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 معناها مستوى التبذير متاعي وعتبر مرتفع ليك مش متبذر لقبال تبذر برشة. حليس امش اقول لك حال. احنا الوضعين متاع التوان سنش كما رايت ناس لبرا. كل واحد اشي برداش. نية حاجة يبذر. احنا مستوى التبذير في عامة خمس في المياه. لكن المنتجات مشتقات الحبوب هو نبذروا فيها اكثر. مهم. ثم الدول الاخرى تيجي من مستوى التبذير متاعهم في العشوة حتى شمياه. لكن ما يبذلوش منتجات كم هكه اللي تولت معناها حاجة عنده قيم وخاصة نحن انتاج للقليل يشفيهم بره. معناها نحن التبذير عن المستوى الوطني خمسة في المياه. ولكن المنتجات اللي وقع فيها تبذير برشة هي الخبز مشتقات الحبوب هذو مستورة ده بالعملة الصعبة. ومستورة ده ومعناها اه ولت حتى اله ناترة معناها في الظروف الحالي وفي الظروف الملاخية. مهم. واحنا رايها الدراسات هذي تمت مش حتى عندها حتى قياه اللي معناها دراسات مقطعه تم العربة خمسة سنين. بالضبط. مهم. وتبقى مناها كل مرة ينجدوها. مهم. معناها اثناء لاحظنا في الظروف الملاخية في الظروف الصعيبة. مهم. قلنا على الاقل التونسي. مهم. انحاولوا معناها بشدة عاملوا دور فعال فترة هذه. مهم. مع دور بطبيعة المجتمع المدني. مع دور الاعليم. بيش على الاقل ان النقص شوية ما هالتبديل خاطر ما هاشو ما صحت حتى واحد. هذك له هدف معناها هدف سياسي له هدف حد شي. واقع. هدف حطينا على زمة التوينس عزمة العلام هالم معلومات هذي اللي موجودة مقبل لحمد ما عطني السلاح. كنا في المواحة الهذية باش نسكل تبقي وعي رايب الحق. تم مسؤولية نسكل. سي زياد معاك سي عبد قادر بربي. سي عبد قادر رول الساعة ان شاء روضانك مبروك وكل عام وطحي بلد خير. يعيش في زياري وبرك الله وفيك فرحك البنوت العائلة. عايش فيك. بنيوتات تلاثة مش وحدة بركة. مبذر 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 سي عبد قادر حبيت تسليك سوال والت الرجل الخبير. وليت حملت مسؤوليات في حساسة في وجارة الاتجارة وفي الملفات الحساسة. ملفات الملف متاع ذي الخبز وبالذات. في تقديرك انت هل انه رفع الدعم على الخبز. وخاصة هل اللي قاعدة تستفيد منه المخابز هذي اللي اللي هي تاخذ في الفرين المدعومة في دي كذا. هل في تقديرك خطوة كيمة هكاية تخدم الاقتصاد بتاع البلاد وبقل تساهم في التغقيس من هذا التبذير الاجرامي بين الضفرين وإلا لا. شوف رفع الدعم الساعة دي صعيد يسا بش واحد نجي نعملها في الورعية الحالية ومقدرة الشرعية نتاع المواطن. نحن عام نتوى دراسة على المقدرة الساعة نتاع المواطن. مهي. رفع الدعم ما نجوش نحقها رفع الدعم. قل لي توجيه الدعم على المواطن يوقع تعويضه. مهي. هذي كحاجة اخرى. احنا الحاجة اللي نقولوها. اذا كان اي منتوى يتبيع بالساعة للحقيقة انتاعه. رأوا مسلحة اقتصاد الوطن. بقى المواطن يزل ياخد تعويض وياخد الدعم فاتل المنتوج هذك حتى ذا من اسم شي خالته. ومش يقال احنا كلنا من المناطق مناعة ضعيف ونعرف ومناعة عايشة بالحياة الشعبية ونعرف تنت الدعم باللسر المواطن. لكن اي منتوى يتبيع بالساعة للحقيقة انتاعه يبقى ديم مصلحة اقتصاد مصلحة المواطن ومصلحة مجموعة الوطنية. خاطر الدعم بتطبيعته مجموعة الوطنية. معناها من مصاريف اخرى وادئات اخرى وتزيد حتى في الاسراء انتاع المواطن داخل. شكرا. شكرا. واضح الاستيد عبدالقادر التيمومي مدير معهد الاستهلاك. شكرا جزيلا على هالتوضيحات. ثبتونا رويحكم تواسي نجيب تزيرياي. انتوما توى شعب مستعد بشيواجه الاستعمار والامبريالية ولا شعب مبذر ولا شعب يعيش وضع اجتماعي خايب مقدرة شرائية. اسماني روي توانسة ولا وعصيين على على الفهم. سهلين بالفهم. سهلين ترى. سهلين. 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 يحسوا للدولة بتاعهم. وينتا بقول الدولة دي مش كان بتاقت عريف الانتماء الفعلي والمباشر. يحسروحهم يقرروا فيه كذا. وينتحى الفساد وتنحى القلوات بالرشوة وتنحى بش تخدم بالرشوة وبالفساد والمحسوبية. يضحيوا. ايه. لانو هذي. هاو مازالوا يبذلوش بيه. هل ما يقتنعوش بالاختيارات. عالم. عالم. ما عد عاليش انا سألته في الارقاعة. هو قال لك بالعكس واعطاك حاجة ليه فتا قال لك اقل لكن اخطر. ايه. قال لك انا الخمسة بالمياه. اقل من دول الاخرى لكن اخطر. ما عادات عندها سنوات يبريك. ايه. اتبذر فيها في اه. عادات غذائية عندها سنوات. مم. ومش نحن الناحية والتبذيل. انا صرت ام نمشي نشري الخبز بلش اقال الفتر. نحونا كالصشي البلاستيك. مم. لبليش. بالضبط ايه. وبش تشري زوز باقيت. ناي. باربعمية. بتشري كالبوشيت الكاظر بمية وخمسة. ناي. ولد خمسة مية وخمسة. ناي. ولا تزو في ديك وما مسخال. ما تنجمش تتحرك. يرين فاما مشكلة. بالضبط. ما عانتها هل يخذوا في القرارات تو في الدولة التونسية. منذكرك راهي اه. هي حكومة الثيقة بين. ما عادش بيه يا حكومة الثيقة. نحن ديموقراطيين نمنوا بالنقد والمشكل ونطوروا بشوية بشوية. ثبت لي روح قتلي هذيكا كان قبله على خطر ما فيماش ثيقة بين الدولة. تاوها فاما ثيقة بين مواطن. على ذاكا ومفاما مشكلة تتصلح. ها ونحن في اللونتين. اي 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 اي. يا دا يا وزارة التجارة يا وزارة البيئة فاهمونا فش قاعدين تتعاملو. شبيه البلاستيك تبنعه في الخبز. شبيه البلاستيك تبنعه في الخبز وانت تخرج تلقى الولاد معينى مليش? ولد اتفع في مية وخمسيين عاد اتفع ملي الدولة خير. مش المعمل Molly اللي الكاظغ ولا ملي الوحد اخر. تي ما هتحبوا الحقيقة ولا? عانت هلش كون ماشي انداخوي انا مستعدد اتفع مية وخمسيين للدولة التونسية. اما موش ناينخرج نلقى الليدي صغيري بيع فيها الصاشي بثلاثة مية. ولا كالبوشيت بتاع الكوش هذوقو ما كالكوش الهاي. الهاي اللي يقولك بوشيت مئة وخمسين تزوز باقيت تخذ اربعة باقيت تاخذوه بوشيت اخرى بثلاثة ميت فرنكرا وهذا يوقعنا مع انت ما انت كتاخذ قرار يلزم النتيجة بتاعه كيفش تفعله في ارض الواقع والمواطن يستفيد ماستفيدش اللوبيات وصحاب المصانع ما يزيدش اياك مثرواته مالحسبنا حتى لتول ما خرجتش نية الحكمة حصلت كوميكاسيون في الموضوع انو المخابز بالذيت هي المخابزة كهوة المخابزة كهوة في الخضارة موجود البلاستيك موجود ببارت والوحي مخابز فوسط المخابز ويرعى في المراعي البلاستيك تبركلك العادة ما زال يزين الطبيعة متاعنا واحنا شيخين ونشوفوا فيه ما نها يرعى وموجود في المسلسل وموجود في الكاميرا كاشي وموجود في الحياة الكل تمنعه كان على مخابز خرجوا تبرير العملية العجيبة الغريبة هده اكل عام كسر القانون بجد خرجوا بكش خرجوا احنا ما في بناش وانت تفهم حاجة. لا ابوش ابو رهن ابوش تفهم. اكل عام كسر القانون. بس جد نجيب عندك شين تياق. اكل عام كسر القانون. شكون اخذيه المعمل بتاع البلاستيك. اي. المعمل اللي ولا ينتج فك الوحدات شكون اخذيه. اي. وقتها وزير اه بيئة ربي يفض كربته توفي. ربي يظهر الحق. اي. اي. وتو المصلحة شكون هذي القرارات. انا و تعرف شي ما عندها برير هي ماتل مليار دوائد رأو. في ثلاث اربع ايام. لف لف. ماذا من صاشية صاشية تلقي انتي ما هو بش تملع. التبرير شنوه التبرير. كانوا التبرير صح يعارفين البلاستيك خايب ودرا شنوه. ما يمنع ذكيل عادة من المساحات التجارية. التبرير جيد الهيني وكري فيزيك. نعم انا شيمي وفيزيك. توزيد الهيني. ليه بقالوش انا اسألك اللي جيها المعنية اللي منعت من المفترض تخرج وتبين للناس عليش ابنعنا البلاستيك في المخابس. يا دي فما عايزها باتي حب التوزي كل نهار يحتاجه على حاجة. او الحب لحقيقة. لو بيت بارتو. كل مرة يا نجيب راك مكش في المعارضة. انتي ماسك الدولة باجهزتها. اي ماسك الدول مش باهم. معناها معناها بش تكون منسجم في خطابك. او معاتش يشرق عليك تتحدث. ما في نشبه تكريم. على قرارات دولة. سامحني. على قرارات دولة. تنسبها للعصابات. انتي راك مكش في المعارضة. انتي في الدولة ماسك بجميع الاجهزة. ماسك بالقوة الصلبة. عسكر واستخباراته. امن واستخباراته. اللي بختلف اجهزته. ديوانة. وزارات وكذا. ما عندك شل حق تقول لي عصابات من داخل الدولة. ما عندك شل حق. ما تبر ليش. دولة مختارقة تلت عشر سنوات. سيبرين يا حبي. دولة مختارقة. دولة مختارقة. ويلزم فتح التحقيق فيها. كلم سهل. مش سهل. يسميوه الخصومك يا نجيب. واحدا من ذلك هذا اسمه التفاصيل من المسئولية. هذي عاد سهل عاد الحكم هكا يقول لي سهل. طو ما انت. سمحني. تشقات تعمل. تشقات تعمل. تشقات تعمل. اه. كي نجينا نقول لك يا ولدي انتي توا في الحكم وما يخل الح حكم الكل. عاد فما لا برلمان لا حزاب لا شي. فما بر. نجي نقول لك بربي هذية في الدولة. انتي خديت القرار في وزارة من وزاراتك. ما خديتوش للبرة. كيفاش? نجز في كي جيكي العصور فوق اسطح. تقول لي له هذي العصابات. ما عادش هكا الامور. ما فمش محتكري. يا ولدي هذي الدولة اخذاتها يا رجل هذي الدولة. خليني من الاحتكار اوكي يشدوا فيه في الكياس وفي الواحد. هذي الدولة. معناها قد لك ما عادش التبرير بتاع وجود عصابات يشرق في المواضيع من نواذية. نمشي والمتة وبعض الاخبار ونرجع ولك كامل الحق في التعقيب. استاذ نجيب خطر انا. ديمقراطي ونمن بحرية الاختلاف. ونمن انو الناس كلها عند الحق. وتعلم تهيب. وهذاك عليك مكش بشتاخ ولا تعقيب ولا تحقيل. والكلمة الاخرى كلمتي انا. يلا.